بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمنى المرسلين على شراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما مما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون واجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبشرون وسضاء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نعي الموتى ونكتب ما قدموا وآخرهم وكل شيء أحصيناه في إمام من مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء أهل مرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا مثالة فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم توقفوا لنردمنكم وليمسنكم مننا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أين ذكركم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضبذ لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل دخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزرون ألم يروا قم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محبرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون واجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومن ما لا يعلمون وآية لهم الليل نصلح منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر ذلها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عادك العرجون القديم للشمس ينبغي لها أو تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل رفيف لكن يسبحون وآية لهم أننا حملنا مريتهم في الفلك المشعون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن شأن غلقهم فلا صديق لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة مننا ومطاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معردين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله وطعمه إن أنتم إلا في طلال مبين ويقولون متى هذا البعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة وتأخذهم فهم يقسمون فلا يستيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق في الشور فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينسلون قالوا يا بيلما من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة وفإذا هم جميع لدينا محبرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا يجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغلهم فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائق متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قول من من رب الرحيم ضمت هذا اليوم أيها المجرمون ألم أرهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا شراط مستقيم ولقد أول منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جغنم التي كنتم توعبون إس لو اليوم بما كنتم تككرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أغذلهم بما كانوا يقصدون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الشراط فأنا يبشرون ولو نشاء لما سخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين لينبر من كان حيا ونعق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما وفهم لها معلكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينشرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جنود محضرون فلا يحزن فقولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة وفإذا هو خشيم مبين وضرب لنا مفلا ونسي خلقه قال من يعيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أوتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض مقادر على أن يخلق مثلهم بلا وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملقوت كل شيء وإليه ترجع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه القيان الشمس والقمر بحسبانه ونجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان فأقيموا البزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العسف والريحان فبأي عيالاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار فبأي عيالاء ربكما تكذبان رب المشقين ورب المغذبين فبأي عيالاء ربكما تكذبان مرد البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي عيالاء ربكما تكذبان يخرج منهما النغل والمرجان فبأي عيالاء ربكما تكذبان ولو الجبار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي عيالاء ربكما تكذبان كل من عليها فاني ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي عيالاء ربكما تكذبان يسأله من في السمامات والأرض كل يوم هو في الشعر فبأي عيالاء ربكما تكذبان سنفرق لكم أيها الثقلان فبأي عيالاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذون لا تنفذون إلا بسلطان فبأي عيالاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شباز من نار والحاس فلا تنتصران فبأي عيالاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة فبأي عيالاء ربكما تكذبان ويومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي عيالاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيأخذ بالنباس والأقدام فبأي عيالاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم الآن فبأي عيالاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي عيالاء ربكما تكذبان ذبعتا أخنال فبأي عيالاء ربكما تكذبان فيهما عيلا لذجريان فبأي عيالاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي عيالاء ربكما تكذبان فبأي عيالاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الترف لم يطمثهن إن سموا قبلهم ولا جان فبأي عيالاء ربكما تكذبان فأنهن الياقوت والغرجان فبأي عيالاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي عيالاء ربكما تكذبان ومن ردونهما جنتان فبأي عيالاء ربكما تكذبان مدهان مدهان مطالق بأي عيالاء ربكما تكذبان فيهما عيلان للضاخطان فبأي عيالاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة والنخل ورمان فبأي عيالاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي عيالاء ربكما تكذبان حور مقشورات في الخيام فبأي عيالاء ربكما تكذبان لم يطلقهن إنس قبلهم ولا جان فبأي عيالاء ربكما تكذبان متقين على رفرف خضر وأبقري العسان فبأي عيالاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك من جلال والإكرام تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أجكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من التفابط فارجع البشر هل ترى من فطور ثم ارجع البشر كرتين ينقلب إليك البشر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيها وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جغنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيطا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير فقالوا لو كنا نسمع ونعكل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فصحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسرهم قولكم أفجروا به إنه عليم بذات السدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض غلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أمنتم من في السماء أن يخصف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير وَلَقَدْ كَذَّ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرُ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضُ بَعْ يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنِ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٍ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُودٌ لَكُمْ يَنْسُرُكُمْ مِنْ وَدُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورِ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُهُمْ إِنْ أَمْسَقَ رِزْقَهُ بَلَّجُّ فِي عُتُبٍ وَنُفُورِ أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجِهِهِ أَدَاءً مَنْ يَمْشِي سَمِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُستَقِيمٍ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمُعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعَدُ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يدير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه تبكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معي